السلام عليكم هذا النهر الاربعة 18 يناير 2023 سنتحدث عن واحد الموضوع في غاية الأهمية وسنتحدث عن أهمية إعادة هيكلة المخابرات الخارجية المغربية لبلادنا أمام التحديات التي تسننا أمام الأعداء التي يضايرون بلادنا لدينا مشاكل عدة مع عدة دول هذه الاستقلالية ديال المغرب في عدد من الميادين منها السياسية والاقتصادية ومنها النفوذ المغربي اللي أصبح كثير في إفريقيا اقتصاديا وسياسيا وعدد من الأمور اللي غادرها بلادنا كاينين عدد من الدول منهم دول كبيرة أوروبية اللي بغا تركعنا الجزائر ما كان دويش عليها هذه كرة هي مبينة ولعبها وراقها بأنها ضدنا وما كرهاتش تصفيها لنا كتعرفوا هاد الأسبوع والله يحد الباس كاينة واحد العسكرية إسرائيلية تدعي أنها ابنة الراحل الحسن ثاني وكالطالب المغرب بيتعويض قدره 15 مليون أورو 15 مليار وراهيها مشات القضاء البلجيكي لأنه عنده جلسية بلجيكية في نفس الوقت والمغرب حط بها الشكاية من أجل النصب والاحتيال وهذا البارح كانت المحكمة ديال الصحفيان الفرنسيان إيريك لوران وكاترين غراسية هادوا بجوش كانوا كيقولوا أنهم مختصين في المغرب وليبيا كانوا غادروا واحد الكتاب قالوا عن الملكية وخاطيروا ما عم تشنوا فيه وهذا وغاد يكون مزلزل للملكية وللمغرب وعيطوا الكتابة الخاصة ديال صاحب الجلالة وقالوا لهم بغينا معاد معكم لأن ذاك الكتاب راح خاطير وبغينا نقلسوا معكم من الطبلة يعني بغيوا يتفاوضوا القصر الملكي صيفت لهم محامي نصيري اللي هو معروف ديال القصر الملكي مشال عندهم قلس معهم طلبوا ليه جوج ديال المليار إلا بغينا ذاك الكتاب ميدوش القصر الملكي كحت شكاية عند القضاء الفرنسي كيكونوا مواعد وحد آخرين وكي يتجسوا عليهم البوليس الفرنسي وكيسجلوا كل شي شنوداز بالمحامي وهوما وان الموعيد الثالث قرقبوا عليهم هزين الواحد الفليزة فيها 40 مليون كل واحد اللي اعطاها لهم النصيري باش يستقطبهم وعطاها لهم باش يتشدوا بأنه راحوا ما كيبتزوا وكل شي اللي بها راح في المحكامة راح غادي تعلن على الحكم ديالها في 15 مارس 2023 الصحفيان اعتادروا على شنودارو وفي نفس الوقت كيقولوا بأنه رتاكبوا واحد الغلط اللي في حق المهنة ديال الصحفة وفي حق المغرب داب القضاء كيطلب باش يتحكموا بعام ديال السجن موقوف تنفيذ و15 مليون كغرامة هاتش اللي عندهم مهم غادي دوزوا منها غادي نجي القادية نورزينو كتعرفوا بأنه القاسم الوحيد اللي جمعنا احنا المغربة واللي مقوينا هو الملكية كنا وراء جلالة الملك نتخاسموا ما عبتشنوا الأحزاب السياسية اللي بغينا أنا كنتكلم عن الحلة الحالية ديال المجتمع المغربي ما كنتويش على السبعينات كنا نتخاسموا مختلف الأراء ما نعبتشنوا ولكن منك تكون قادية فيها الملكية كانت تحدو كاملين فهموها دابجيهات أجنابية وقالوا أرى أن هاد القادية ديال الملكية نحاوله ندروا واحد القطيعة مع الشعب المغربي أرى ندخلوا له سواس عند الشعب المغربي أرى نضربوه المصداقية ديال الملكية اليوم أنا كنت سأل واش لمخابرات الخارجية طاحت والعضات في العظم اللي تعطى لها من شي مخابرات أجنبية قادية نورزينو جزائري عدد ديالناس اللي يقولوا لي يلا رب غريبي الوثائق الإسبانية اللي عندي رسمية فيها جزائري الجنسية مولود في تيزيوزو وثيقة رسمية رمشي جبتها من رأسي ولا شي حاجة واش لمخابرات المغربية تصيدوا وكيبلي بأنهم تصيدوا واحد تصيدة عالمية كيقولوا بأن وهذه قالها نورزينو بأنه جايب جواز ديبلوماسي أنا لا أظن أن المحامي زهراش كان عنده جواز ديبلوماسي يقدر يتعطى له جواز خدمة باسبور دو سيرفيس باش يسهلوا عليه المأمورية وهذا كي تعطى من طرف الخارجية والمخابرات الخارجية باش نورزينو بهاد الفضيحة تتعرفوا غيباش تتعرفوا كيفاش كتدوز الأمور زهراش مادم عرفنا الدولة وهذا لما مشى ولا بدا غادي يكون مشى معاه واحد شي واحد من المخابرات الخارجية اللي غادي يكون قالس معاه في نفس الفندق ولكن ما غايدويش معاه أمام زينو دوك زينو غادي يشوف غير زهراش وفي هاد الاتصال لما مشى زهراش التما كتعرفوا بأنه هدا جابوا مطرجيم جابوا فلان فلان وواحد العدد ديال المغاربة وتعرى حسب معلومات صحفية من مالاقا تعرى واحد ريزو مغربي اللي كيتعاون مع السلطات المغربية بانوا كاملين هاد السيد اللي مشى مع زهراش غالبان أنا اليوم ما كان أكدش ولكن بحلكة كيتدار كيمشي وكيقلسوا في أحد الغرفة وحدة أخرى وكيتبع اللي باش كيوصل معلومات هاش نوطراها قالها مشى معاها دار وغالبان كل شي كان كيتسجل وكل شي منضم يعني نورزينو لما غاندوه عليه رهو تحت السيطرة ولما غانجيبوه للمغرب رهو تحت السيطرة ديالنا يلفلت لنا من السيطرة وبدك يدوي وخربق ولشنا هو يعني المخابرات الخارجية فاشلة لأنها ما درسات الشخص ما درساتش طريقة ديال التعامل ما درساتش بزر ديال حويش تعاملات بشكل هاوي عبتو علش فين جاي من غير المشاكل كل هاد ينورزينو وخرجاتو وهذا كيفاش يعقل أن مكالمة واتق بينه وبين الضبيطة واهيبة اللي كانت على الخاص كانت على الخاص بيناتهم مشي علنا كيخروج نورزينو وكيقول وكيسمعنا هادك المكالمة اللي هي خيبة بالزفعد وعمرة بالكدوب حول جلالة المالك عامرة بالكدوب وتوسيء إلى المالك وإلى الملكية وكتخلق واحد بالبالة ولكن شكولي غادي سنودين واش واهيبة ولا نورزينو أنا شفت في الهيس بريس مقربة من المسؤولين الرسميين لهذا البلاد نقدرون نقولوا ناطق شبه الرسمي ديال الدولة بأن النيابة العامة دخلت على الخط وبأنها علاقة بالواهيبة وهذا ولا معرفة شي تخربائق وغيرده أنا بويت نعرف شكولي كي يخذ هذه القرارات واهيبة مقاشرة جعل المغرب تدخلوا لما تدخلش رأي أول من خصوية يودان هو نورزينو لأنه هو اللي يخرج هادك الأوديو شكون خصوية يودان هي المخابرات الخارجية لأن نورزينو لما دخلناه وخرجناه إلا وخدا واحد المقابل أولا تانيا إنك تحكمو فيه كان عارفو نسيروه غاني نقولو له ما غديش تدوي صيف طلينا شنو عندك غادي نقولوك شغا تقول وغادي نسيروك بالطريقة اللي بغينا احنا طريقة احترافية باش نصول أهداف ناد هو نشر ديال واهيبة فضيحة ولو دكشي كلو كدوب ولا أساسها من الصحة وبأن دكشي تخرميز نشره هو شكو لي خسنا ندينو شكو لي خسنا نيابة العامة تحرك ضده تحرك ضد نور زينو البرلمان المغربي يكون كان يمكن لي حسب المخابرات الخارجية غا نعيطو عليهم ونقولو لهم انتم مش هاد الفضيحة درتو أشقال هاد سيد كيفاش سيرتو منين جاب المحامي زهراش باسبور دو سيرفيس شكو نعطاه ليه واضربة طم هاد الفضيحة كلها والرأي العام المغربي كي يتكلم على هاد شي كامل تحت الطبلة بالسكات ورا كي يكونش كيدوي على هاد المواضيع والحكومة ساكتا والدولة ساكتا والتوشيوح ما كيدوي راح كيش خلل هنا في قلت لكم في الطاري المشكيل كينا شي جهة اللي بغا تضعف الملكية أمام الشعب المغربي وما كيش مخابرات خارجية قوية لتصدال هاد شي بدنا بنورزينو وناد نشر دك شي لي قالت واهيبة سبات خويا وحبيبي تحفى صديقي العزيز الأخ تحفى في واحد اللقيتة ديال القلق لأنه دك شي لي قالت فحقه خيب ولكن بغا ي يعني كحلها عماها شي حويج اللي دي قالوا خيبين بزاف يسهؤون إلى الملكية الناس قطعوا مقاطع قطعوا مقاطع ديال نورزينو ديال واهيبة ديال توحفى ديال هاد هاد وكذاك شي كيروج نك شي كيروج واش السياسي المنصوري عارف شنو كدير ولا لا عارف التحديات والخطر الذي يحدق ببلادنا وبالملك وبالملاكية ولا لا ركز عما والدر المخزن ركز عما صديق الملك ركز عما قريتي معاه وكبرتي معاه ومكلفك بأحد الأجهزة الحساسة السواري ديال البلاد وترتكب هاد الأغلاط الفادحة نحيدو نورزينو ونحيدو هاد المصيفة كانت منا مرة أخرى من سياسي المنصوري يعطي التعليمات ديالو باش هاد الفضيحة تطوى باش تشي واحد ما يبقى يدوي رح عندكم علاقاتكم عندكم يديكم طويلة أرى أنه غير ما تكوش طويلة في لسانس ديالي أنا وتمشي لجواء أخرى وما كان نقولش طويلة بالعنف ولا بحاجة أخرى ولا بالقوالب غير بالكلاب وكيفاش ونعرفو نسيرو ما شعادش تطوى مقوش نجيو له ما مقوش باركة وبركة وعنينة من هاد الفضيحة هادي ركز عما تنسيئونا إلى المالك إلى الملكية إلى هاد البلاد هادي هادك شي علاش اليوم أنا كنقول سياسي المنصوري خسو يتبدل خسو يمشي في حالاته خسو يمشي في حالاته أخلط فادي حقينا أنا جيكم دابا للبرلمان الأوروبي وتهم لحد الآن ما كيش الحجة ولكن يتهم بأن المغرب كيمول وكيعطي الأموال لبعض البرلمانية الأوروبية غادي تقولوا لي ما هي اللي غير قانوني في هاد شي اللوبينغ معروف والحالم كله كيديرو في المغرب كاين سفارات اللي كيديرو اللوبينغ لمصالحهم كاتلقا هي إما مخدم أساتد جامعين وكيديرو لهم دراسات كاتلقا هي إما عندهم علاقات مع صحفين كاتلقا هي إما عندهم علاقات مع شركات وده مهم كيديرو كل واحد كيدير اللوبينغ المصالح وفي البلاد ما عندناش مشكل وفي المغرب تحنا يكون عنا لوبي دينا في البرلمان الأوروبي في الاتحاد الأوروبي في البرلمان البلجيكي كل شي كل شي في العالم كامل هذه القوة دي المخابرات لكن لما كانت تفضحوا مصيبة لما كانت تفضحوا وتفضحوا العملاء دينا وتفضحوا شكون معامل خدامين وسياسيين وش حال عطيناهم عرفوا بأن المخابرات الخارجية فاشلة ما عرفاش تكوفري الناس ديولها إلا رجعتوا الفيديوهات ديولي وغادي تشوفوا فيديوهات تكلمت على شنو عانيت وشنو شفت من مسؤولين هاوين في المخابرات الخارجية وكنت كانت منى بأنها تكون إعادة الهيكالة أمام ذوك الفضيح اللي شفت واللي كتبت عليهم واللي ما خليت مادرت كانت منى هذ الفضيحة هذي ترجع لنا بالخير عسى أن تكرهوا شي وخيروا لكم في البرلمان الأوروبي كتعرفوا منذ 25 سنة ما عمره تكلم على وضعية حقوق الإنسان في المغرب اللي كتناقش لليوم كتناقش في البرلمان الأوروبي غير لا يحضر السلامة كين اللي غدي يقول يا ريضا والبرلمان الأوروبي مش يشغلنا فيهم ودبر راسهم تحنا نناقشهم لا لا مش بقع بحال احنا واقفين على الدعم ديالهم ديال أوروبا وشا نقول لكم مئات الملايير مختلف الميادين را كل الخطرة إصلاح العدالة إصلاح المجتمع المدني ديروا هذي إصلاح الإدارة إصلاح 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 وكي هاتشي بالملايين ولمئات الملايير اللي كيعطيونا سنويا محتاجين دك الدعم ديالهم دونك معلنا إلا ندخلوا الصف وحنا في واحد المنظومة اللي في عدد من الدول محتاجين الدعم الأمريكي محتاجين الدعم الروسي محتاجين الدعم ديال العدد من الدول البرلمان الاوروبي كيف نرجع له الغلط فين دار الغلط داره محمد ياسين المنصوري لما استقبله ثلاثة ديال البرلمانين اوروبيين بانزاري وجورجي ووحدة اخر طرابيلا استقبلهم هو شخصيا واش انت رئيس المخابراتك تقلس مع مسؤولين مع برلمانين اوروبيين ها النقطة والشعرة اللي شدات بين البرلمانين الاوروبيين والمخابرات المغربية ها فين شدوا فينا اش داك تقلس معاهم خليهم مع السياسين وانت لعب كبير من تحت والسياسين قاع يكونوا خدمين لصالحك ويكونوا الاحزاب لما لا خدمين كلهم لصالحك وما عندناش مشكل ولكن باش انت يا سيلمان سوري تقلس مع برلمانين اوروبيين باش السيد ديال المخابرات المغربية المخابرات الخارجية يتفضح في فرنسا ويتفضح في بلجيكا ويتفضح في البرلمان الاوروبي يعني عادة بالاحترافية يعني عاجلا نخصنا اعادة هيكلات المخابرات الخارجية اليوم محتاجين اكتر وقت ماضى اللوبي ديالنا في البرلمان الاوروبي في الاتحاد الاوروبي وفي كل شي ها هو ما بدو كيريبو كاملين اسبانيا كما قلت لكم غير لا فرنور زينو عرّت على واحد العدد ديال المغربة اللي اليوم غالبا لقى المخابرات الاسبانية ديرين عليهم هكا بتعاملهم مع بلديهم غادي يقولك هادو ديزاجهم مغربة كتعرفو بانزاري سموه في الصحف الاوروبية عاميل المغرب عاميل المغرب ما قلوش لوبيست المغرب والعاميل يعني كيتعامل مع المخابرات المغربية هال فضيحة فين كاينة واش ماشي ما كتجيكمش بان هادو اغلاط فاديحة فاديحة ترتكب في حق بلادنا غادي نتكلم مني دوينا على البرلمان الاوروبي قتعرفو جوج ديال البرلمانين الاوروبيين البارح البرلمان الاوروبي طلب برفع الحصان عليهم طلب برفع الحصان عليهم باش يستنطقهم بانزاري البارح امام العادلة البلجيكية قال لهم غادي نتعاون معاكم وغادي نخويل مزيودة وراكم الفراجة ديك الساعة عرفتو علش بلجيكا موركع لينا لانه هاد شي بداء من الفين وثمانتاش حنا مني كيكون شي واحد من لات جيت ولا المغاربة اللي ديال بلجيكا كيتعاونوا مع لات جيت تحجمك تخبا كل شي انا الكولونيل قال وفلان قال وفلان كنتعاون مع الفلان عطين فلان قول فلان وهم دخلوا للمخابرات البلجيكية والدولة البلجيكية قالت بان المغرب الدخل في شؤون دينية في شؤون دينية ديال بلجيكا بحيث تصفتع ائمة وهذا وكيأطرهم المخابرات كيأطرهم من تمام بها تلاوكيت ومن تمام في الحلوكيت على المخابرات الخارجية من بعد كيجيو حويش خورين علش البرلمة الاوروبي اللي مورك علينا كتعرفوا بان فرنسا حركت البرلمة الاوروبي لإدانة المغرب من بعد ما اتاهمته بالتجسس عبر البرنامج بيغاسوس اسبانيا في قضية سبتا تهي حركات البرلمة الاوروبي من أجل إدانة المغرب وكل اختراف القضيتين لدي الفرنسا ولديك يلقاوا واحد السيد اللي هو كي تصدى لهم اللي هو كي يدافع لمصالح دي المغرب هو بانتزاري بانتزاري لو كان ما استقبلوش ياسير المنصوري لا هو لا الاخرين اللي معاه لو كان ما واحد السيد واحد آخر في المخابرات واحد الوفيسي تهو ما تعراش ما كانتش هتقول علاقة مع المخابرات واحد الشي اللي كان نقول ديما المخابرات ما خصيش نقول أنا من المخابرات ما خصيش تقال وخصيها تكون بسرية خصوصا في المنتظم الدولي احنا كانت تعرهو تعرينا في ألمانيا تشدونينا نزيونا تعرينا في هولندا تعرينا في اسبانيا تعرينا في عدد من الدول في إيطاليا تعرينا في عدد من الدول ولا بغينا ناخدو العبرة من الأغلاط دينا نحن في 22 2023 أسبوع جاي أتصويت على حقوق الإنسان في المغرب ومن ضمن الميل فات جاب دينا قادية الرئيسوني قادية عمر راضي يمكن للأستاذ زيان قولوا لي علش هدوش دينهم علش كان نعطيه للناس هدية في طابق مين دهب هكو باش تضربونا عمر راضي تعمتوه بتجسوس أش من تجسوس واش بدتش خطة عسكرية دينا المغرب واش دار شي حاجة وصل قصر الملكي واش بدتش خبار وعطاه لشي واحد شي حاجة حساسة إلا كان غير ديزانكت رمعناش مشكلة نكتلكم كينة صفارات اليوم اللي متعاقدين مع أستيدة جامعين كيدروا ليهم دراسات على مختلف الملفات اللي كيعطوهم دراسات مجتمعية على المغرب وصيروا بتها دكرة تجسوس كيخدموا مصالح وكيتخلصهم عند صفارة أجنابية عرفتش حمل أستاذ جامعي عرفتش حمل صحفي إلا غير صفارة صفتاتك الشي بلاد وتبرع تيفابور وكل شي فابور راه شريتك وإلا الله نجمعوه هاتش كامل علاش دينا هات النس هادو عنا مشكلة معاهم كيتحل بالهضرة كيتحل بالنقاش بالحوار ما كيش شي مغريبي ما كيش أجنابي اللي ممكنش تقنعوه بالحوار من غير إلا كان مختل عقلي والمهم الله يدير شي توي الخير أمرة أخرى كنقولها عاجلا راحنا أمام تحديات راح هاتش لكي داردابة حاليا يوصي إلى جلالة الملك يوصي إلى الملكية يوصي إلى هاد الوطن رخصنا مخابرات خارجية قوية راحنا غاديا في الطريق الصحيح ولكن راحي لا المخابرات الخارجية ما تعودوش ما تعودش لهيكلة ديالها تشبيب ديالها تعودت تقدت بأطر اللي بغا تخدم اللي كتبغي البلاد المواطنة تعود الإدارة ديالها يسير المنصور يسافي من 2005 يخصون يبشي في حالته ويجي شي واحد آخر اللي قد بهذه المهمة هذه لأننا بحاليا داخلين لشي حالة بدية للصباق والناس داخلين بالخيول الأصيلة العربية وإحنا داخلين بدحش راني ما كان قارنش أنا كان دوعي للجهاز والتصور مشي الأشخاص عفاكم مش ما تتاخدوش دكشي اللي كان قول مشكل واحد آخر ولا تخرجوه في صياق دياله يعني غنبقوا ديما إحنا اللور ديما ما عمنا نزيده وديما يحقروا علينا يجيبوا الدورة وما زال يحقروا علينا ما بغناش هذا الأغلاط ما بغناش كيم بزاف كيم بزاف و دو فاقتو كان محنو الخارجية المغربية كان محنو الدبلوماسية الملكية كان محنوها لما يكون عندك واحد شي حاجة كتعرق لك المصار ديالك والمهم السياسي المنصوري ما بودكش تاخدها كسهم موجه لك شخصيا أنا كان دوي علي سياسي المنصوري الشخصية المعنوية ولو قصتيني أنا كريضة توجني الشخصية الداتية ذاك المواطن البسيط وحقرتي علي ملتي هذك غامل أقادير خليه مع رأسات استحرسه مع حيث خليه يدير لي بها خليتي لي ديون غرقتيني ما خليه ما درتي وانا بينت أن سوء المهنية ديالك وديالجهاز هي هاتش اللي درتوه معي ودرتوه مع واحد آخرين ماشي مشكل ولكن حبا في هاد البلاد حبا في هاد الوطن في الملكية ما بغيناش هاتش يعود يطرع غير الله يخرجها بخير تبارك الله عليكم الله يحفظنا ويحفظكم الله يحفظ بلادنا من أي سوء والله ينصر الملكية